تضج أصواتهم في شوارع ليما هؤلاء يعبرون عن تأييدهم للمرشح الرئاسي اليسري بيدرو كاستيو نحو أسبوعين مرة على انتهاء الدورة الثانية من الانتخابة الرئاسية في البرو تصدر نتائجها المرشح اليسري بيدرو كاستيو بحصوله على 50% فاصل 12 من الأصوات مقابل 49% فاصل 80% للمرشحة اليمينية كيكو فوجيموري تقدم لم تعلن على إثره السلطات الانتخابية البروفية فوزا كاستيو بعد اتهامات وجهتها منافسته بتزوير الانتخابات تأخير أعلان كاستيو رئيسا لم يكن الفصل الأخير في محاولة منعه من تسلم مهماته رسميا إذ وقع مئات العسكريين المتقاعدين رسالة للجيش للدفع باتجاه تدخل عسكري يمنع إعلان كاستيو رئيسا للبرو على نحو غير قانونيا وغير شرعيا بحسب الرسالة رسالة العسكريين المتقاعدين لاقت رفضا واضحا من قبل الرئيس البروفي المؤقت فرانشيسكو ساقاستي الذي أكد أن القوات المسلحة في دولة ديمقراطية كالبرو لا تختار وهي محايدة تماما وتحترم الدستور بدقة ووسط اتهامات للحكومة البروفية بتبني قضية المرشح اليسري تبرز تساؤلات بشأن أسباب تأخير الجناح يمني تسلم كاستيو السلطة وبشأن وجود أيدي خارجية تحول دون تسلم رئيس يسري السلطة كما حاولت في مختلف دول أمريكا اللاتينية فيما تبرز مخاوف من اتجاه البرو إلى الفراغ وبعدها إلى الفوضى ولسيما مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس المؤقت في الثامن والعشرين من الشهر المقبل